تجارة المخدرات وتوظيف عائداتها لتمويل الأنشطة الإرهابية لحزب الله ملف ناقشه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في ندوة وضع فيها الخبراء الحزب ضمن قائمة عصابات المخدرات عندما يتعلق الأمر بتوفير الأموال حزب الله منظمة إجرامية فريدة ولكنها تعمل في الكثير من الأحيان كأي عصابة منظمة مثل المافيا الإيطالية وعصابات المخدرات المكسيكية فعندما يتعلق الأمر بكسب الأموال فأنهم يعملون مع الجميع دون تفرقة هم يتعاملون مع المجرمين من السنة والمسيحيين بل وحتى شبكات إجرامية إسرائيلية البعد الاستراتيجي لتجارة المخدرات لا يتجزى عن ثقافة الحزب فنشاطته في هذا المجال توسعت خارج حدود الشرق الأوسط لتصل إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية الأمر الذي دفع بعدة دول على رأسها الولايات المتحدة لكشف ومحاربة تجارة المخدرات المرتبطة بحزب الله إدارة الرئيس ترامب تريد القضاء على تهديد حزب الله وهي توفر كل الإمكانيات والصلاحيات من أجل ذلك لذا فإننا نرى هذا الأمر يترجم عبر محاربة محاور إيران الإقليمية وفرض العقوبات الاقتصادية طهران ووفقا لفرنانديس تشترك في تسهيل تلك التجارة غير الشرعية لحزب الله بل وتستفيد من الأموال العائدة من تهريب وبيع تلك المخدرات في محاولة منها لإيجاد مصادر بديلة لتمويل محاورها في الشرق الأوسط خاصة مع الأثار القوية التي نجمت عن العقوبات الأمريكية عليها علي الزبيدي الحرة واشنطن